ايه يا حبيبي اتأخرت كده ليه؟ كان عند شغل في المجموعة شغل ايه بقى اللي أخرك بالليل قوي كده؟ بقى انت فكراني موظف حكومة بخلص شغل الظهر دي مجموعة شركات عارف يعني ايه مجموعة شركات؟ عارفه يا استيدي عارفه على فكرة انا سمحت اخبار حلوة قوي هنعمالي يتعمل ربنا سهل اه رقفت بيقول كده يريد كلامه يطلع صح ان شاء الله هيطلع كلامه صح بقولك ايه يا حبيبي تحب احضرلك العشاء؟ لا مش هاكل مالك يا سابت فيه ايه؟ مالي يعني حصات كده ان انت زعلان قوي بقى كل اللي انا فيه ده ومش عايزان ازعل بقولك ايه انا اخش اخد دوش واتنايل هتخمد انام هتنام دلوقت يا سابت؟ اه فيه منع ناس تحطيلي يافطة مكتوب عليها ممنوع النوم حلوة قوي يافطة مكتوب عليها ممنوع النوم دي عجبتني والله دمك خفيف يا سابت بتساعلش مني انا قصدي يعني ان احنا ممكن نقعد مع بعض شوية؟ انا عايز انام بس مش عطك يعني ان انت تنام بدري تعبان وكبس علي النوم اعمل ايه يعني؟ بقول يعني ان انت تاخد شاور وعلى بال ما تخلص الشاور بتاعك اكون حضرتلك حاجة خفيفة كده يعني تلاقيك مكلتش طول النهار لا يا ستي اكلت تحب كمان اقولك اكلت ايه؟ لا خلاص يا حبيبي بالهنة والشفا بس كان الاحسن يعني ان احنا نتغدى مع بعض واسيب شغل المجموعة؟ مش انت اللي قعدت تتحايل علي وتقول لي اشتغل في المجموعة اشتغل في المجموعة؟ استحملي بقى عن اذنك استكنaged لابتم انهم ايين ايه يا ابني خير خير ان شاء الله يعمل حمك بروء بأذن الله الحمد بأي ان شاء الله تتباك باشة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله أ passionate كمان خرد اصدف افتير توق ناسي يا ابني احنا برك فيك الأسبب سيدي بكراح اين بنا ات فيجي اρχا أنا متشكر اقوي له حضرتك ومش عارفة اقول لك اي انا الله يسلم الله يسلم تمشكليني يا لكن او انا كمان زيك اوزرتها الكرسي قصار لي عظمي الحمد لله يا بنت الموضوع عد على كده اه يا بابا الحمد لله قوي كمان انا اللي بس مستغرب له يا رحمة انت ليه تعملي كده يا رفض دي مواد مخدرة ما انت عارف يعني ماينفعش سبا في المستشفى ممكن ياخدوها ويتاجروا فيها وبعدين كان لازم اعمل موضوع ده بنفسي انا مش بسغ في حد طب كويس انها جات على قد كده الحمد لله ان ربنا سطر الحمد لله اهلا بس خارج من المجموعة المجموعة اللي شئيت لحد ما بقت كده خارج منها مطرود ومتهم يا سليم ايه الكلام اللي بتقوله ده ومين يقدر يعمل معاك كده ده مش معاقل وحدي معاك انت كمان احنا الاتنين خارجين منها مطرودين ايه الكلام ده فيه امر اداري بتحولنا احنا الاتنين للتحقيق بتهمة الاهمال وتبديد العهدة عهدة عهدة ايه يا صبري؟ اكيد يقصدوا الملفات اللي انسرقت منك يوم الحدسة ومين لي اصدر الامر ده؟ القائم باعمال رئيس مجلس الادارة مش معقول؟ لا انا عايز اشوف الامر الاداري ده اكيد فيه حاجة غلط فيه حاجة مش مزبوطة اهو متعلق هناك هم وعليه توقيع ماجد الطيب ياه ايه وصلت معاهم لجيد كده؟ واكتر من كده كمان يا سليم معلش يا صاحبي معلش صباح الهنة يا رحمة هنة اهلا المساء انا صباح الخير يا صد عباسة زيك انا متشكرة قوي على انت عملته معي وخصوصا المحامين اللي انت بعتهم لي اللي انا عملته طبيعي واحنا مش هنبقى شركة ولا انت لسه مفكرتيش هو انت لسه منستش الموضوع ده انسى بقى مش هنسى طيب معلش انا مضطرقة مش عشان مستعجلة واضح ان انت مستعجلة بس انا حسنك ما ترجعي نشرب مع بعض قهوة في المكتب عندي على قلة دركيلي عليه مش هينفع أستاذ عباسي يعني انا اسفة كده ارجوك يا مادم الرحمة ما تكسفينيش دهنا اولاد حتة واحد حاضر من انا ايه انا اسنك حاضر مستعجلة خير عبدالله على العلمة يا الله يسر يا امتابة ايه ده ايه ده ايه معاملة المساكن دي استاجني للجدعال وانت عده ويدون ربنا خليكي متشكر عاوي ايه ده مين الامر دي بنتي اسمي ليه ما شاء الله انت بتشغلي وهي على ايدك كده مقدرش اسمع مع حضة عشان بترضى اه حرام طب بقولك ايه احنا نفتح بقى حضانة في المستشفى انت بتحذر لا انا مش بحذر عندنا جزء مش بنستغله في المغزر نعمله حضانة ونفتح له بابا على الشارع ويبقى عملنا لهم خدمة شوفت بقى مادم الرحمة بتفكر فيكو ازاي ربنا يخليه يالا يالا ايدي يا حلوة انت السلام عليكم وعليكم السلام ايه 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 الحمدلله اه ايه بقى ان حصل والله الحاج يتعب شوية عشان بصمي البلكونة وبعدين نقلو العناي المركزة تاني من فجره احنا على كده بس الحمدلله الحالة استقرت شوية بشكلكو تعبان قوي يا بنتي ما تروحت رياها شوية مفيش تعب ولا حاجة اهم حاجة نتطمن على بابه والله الحاجة بحاول اخليه مراحة شوية بطول متفضلونتوا وانا استنى هنا بس دماغهم نشفة عموما انا جاي اقولكو على خبر حلو الدكتور خلاص هيوصل النهاردة بالليل واحنا مجهزينه كل حاجة وان شاء الله بكرة او بعد وكتير ويكون الحاجة عامل اللي عمليه الحمدلله متشكرين قوي يا رقفة احنا تعبينك معانا قوي عنا اذنكم بقى انا لازم امشي دلوقتي عشان لازم اروح المجموعة بالسلام يا حبيب ربنا معاك شكرا باي شكرا باي شوف يا عطا صبري عايز يروح النيابة عشان يفضح كل مخالفاتهم وعايز يرفع عليهم قضية كمان لانهم وقفون عن العمل وحولون للتحقيق انا قلت له لا يا صبري النيابة بلاش لان بكده معناها ان احنا بنشاهر بالمجموعة وبالحاج نفسه وعشان كده انا جاي لك عشان عايز افهم هم من حقهم يوقفون عن العمل ايوه هم محولين للتحقيق عشان واقع التبديد الاهدة وانت عارف هم يصدوا تبديد العهدة اكيد المستندات اللي ضاعت طبعا دي واقع التبديد مستندات اصول ورقية للمجموعة والواقع دي ثبتة في محاضر الشرطة والاهم ان المستندات دي ضاعت من موظف غير مسئولة عنها يعني ما هياش في عهدته وده كمان معناه ايه؟ معناه ان ممكن يتهموك اشتركوا في القناة